موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا فيكم بآخر حلقة من سنة 2010 لستوديو بيروت إن شاء الله سنة 2011 تكون حاملة كلها خير لمشاهدين قناة العربية والعالم العربي بستوديو بيروت الليلة لماذا اغتيل غاندي الصحمراني؟ وهل هي عملية تصفية للقيادات السلفية؟ أمن المخيمات؟ هل يضبط مع الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ أم هو جرح ينزق في خاصرة الدولة؟ إذن كما لاحظت وهي حلقة تتحدث عن أمن المخيمات لأنه اغتيال حقيقة القائد يمكن الأخير في جند الشام صحمراني فتح ملف من المخيمات الفلسطينية في لبنان لنقاش هالمواضيع باستقبل سماحت الشيخ علي يوسف عضو رابطة علماء فلسطين السيد محمود عبد الحميد عيسى المعروف باللينو أنا ما بعرف حقيقة إلا اللينو قائد الكفاح المسلح بمخيم عين الحلوة وعبر اللينك من مكاتبنا في بيروت الكاتب والصحف في حزم الأمين في جريدة الحياة واللي صدر له حديثا كتاب عن السلفيين واسمه السلفي اليتيم مساء الخير للجميع قبل ما نبدأ حديثنا نشوف هالجرافيك عن الحركات الأصولية في المخيمات الفلسطينية أبرز زعماء تنظيم جند الشام الذين قضوا غاندي سعيد السحمراني لبناني من مواليد عكار عام 1964 لقبوه أبو رامز أطرابولسي من المسؤولين العسكريين في جند الشام مطلوب من السلطات اللبنانية بموجب مذكرات توقيف عدة بتهم الإرهاب والقتل وتهريب وحيازة الأسلحة والمتفجرات وجد مقتولا بعد عمليات تعذيب فجر السبت الخامس والعشرين من ديسمبر 2010 شحاد جوهر فلسطيني من مجموعة جند الشام الإسلامية توفي في العشرين من يوليو عام 2008 في مخيم عين الحلو للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة اشتباك مع حركة فتحة أبرز صدامات بين فتح وجند الشام وقعت اشتباكات بين جند الشام وحركة فتحة في مخيم عين الحلو في الثالث والعشرين من أذار مارس عام 2008 أدت إلى مصر عنصرين من جند الشام قتل شخصان بالرصاص في التاسع عشر من تموز يوليو هما عبد جوالي عضو جماعة جند الشام ووليد سلوم العضو باللجنة الأمنية المكلفة بحل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية بالمخيم إثر اشتباكات هناك وقد أصيب قائل تنظيم جند الشام شحاد جوهر وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه قتل ناشطان إسلاميان وأحد قادة حركة فتحة في اشتباكات عنيفة دلعت في الخامس عشر من أيلول سبتمبر عام 2008 في مخيم عين الحلو الفلسطيني بجنوب لبنان بين حركة فتحة وعناصر مجموعة جند الشام سمحت الشيخ حقيقة أنه يمكن اغتيال غندي السحمراني هو يفتح الأبواب لنقول ماذا هناك في المخيمات لمعروفين كانوا من الحركات الأصولية عصبة الأنصار جند الشام وفتح الإسلام هل برأيك أنت موجود معنا واستقبلناك قبل وقت كان فيه طبعا موضوع نهر البارد وفتح الإسلام والجيش كنت تقوم بوساطة مع فتح الإسلام هل برأيك هل حركات الأصولية لها علاقة بالقاعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للحركات الأصولية الموجودة في مخيمات لبنان أو موجودة في لبنان ككل أنا لا أريد أن أتكلم كلام من تلقاء نفسي حقيقة فيه كلام للواء ريفي يتكلم فيه ويقول بشكل واضح وصريح وهذا موجود في وسائل الإعلام بأن الحركات الإسلامية الموجودة في لبنان ليست حركات مرتبطة بالقاعدة لا يوجد أي إشارات أو أي دلالات على أنها ترتبط بالقاعدة وعندما كنا نصور نجول مع هذه الحركات في عدة لقاءات تبين لنا بالشكل القطعي بأن هذه الحركات ليس لها أي علاقة بالقاعدة فلا يوجد قاعدة في مخيماتنا ولا يوجد قاعدة حتى في لبنان يعني أن نقول أن القاعدة موجودة في هذا البلاد هذا ليس صحيحا أبدا والمتتبع لهذا يجد بشكل واضح ناهيك عن مسألة مهمة جدا بأن هذه الحركات لم تدعي بأنها تتبع القاعدة وعندما تكلمنا معها وهي تكلمت وفي بياناتها قالت نحن لسنا من القاعدة وليس لنا أي علاقة بالقاعدة